سنبارح كانت جالسة نقلناها على الحواء مع الله وطبعا حضركم عرفتوا الكواليس بشكل عام لكن حابين نتكلم مع ضيوفنا على الفلسفة بتاعة الفترة الجاية وإزاي ممكن كمان هم يشتغلوا عليها طبعا كل واحد وفقا لخبراته ورؤيته اللي حيقدمها بإذن الله للفترة الجاية سيادتي لو أبدأ بسيادتك وطبعا الجالسة كانت إجرائية إدارية كلها إقاءة وسيادتك طبعا كنت وضو بارلماني سابق إزاي حضرتك تلمست الفرق بعد جلسة الأمس لا هو بالنسبة لأن ما فيش فرؤات كتيرة يعني هو بس يمكن هنا أكتر رزانة في جلسة حلف اليمين وضوء آه ليه لأن يعني لما في مجلس النواب حتى في الدورة الأولى ولا الدورة التانية اللي أنا كنت نائب فيهم بيبقى فيهم يعني ناس دخلة لأول مرة أو يعني بجيين يشغبوا أو كده فبتبقى الجلسات الأولانية عبارة عن جلسات تطبيع يعني يطبع بقواعد وبروتوكول إدارة الجلسات في مجلس النواب إنما مبارح حقيقي اللي لمسته أن أنا أمام يعني نستنين خالص الهدوء التام الالتزام اللي حتى اللي كان بيغلط في القسم بيغلط ألفاظا وليس مقصودة يعني ما هوش قاصد أنه هو يغلط يعني إما رهبة أنه هو بيواجه الكاميرا أو بيواجه المكان لأول مرة أو يعني فيه أشياء كده بتبصوا تلاقيه الإنسان اللي هو عفوية عفوية منه بينطأ لفظ غلط وهو كان اللفظ الوحيد اللي هم يعني اشتركوا فيه كل من أعاده هو رعاية يعني هي مفروض أن أرعى فهو يقول لك ورعاية أرعى مصالح الشعب رعاية الكامير آه فهي دي يعني حاجات بسيطة جدا إنما الحمد لله المستوى العام كله كان مستوى هايل وخاصة بالنسبة للمعينين ليس تحيزا للمعينين المعينين ده اختيار رئيس الجمهورية بناء على ترشحات خدمت لسيطة واختار من ضمن هذه الترشحات المجموعة اللي تم اختيارها أمس فلما ببص على الأسامي وبص عليه وهو بيحلف اليمين أو كده بلاقي فعلا إن ده اختيار رئيس جمهورية مش اختيار عواطف أو اختيار مجملات أو اختيار ابن بلدنا أو ابن قريتنا أو ابن الدايق يعني كده يا الدنيا كانت مختلفة شوية كانت مختلفة كتير ترجمة نانسي قدر